مرحبا بكم يا أصدقائي يعتبر الصداء من أكثر الأمور المزعجة التي تصيب الأشياء المعدنية في المنزل من صندوق الأدوات في المرآب إلى أغراض المطبخ فهو أمر شئع للغاية ينتج عن تأكسود الحديد بفعل الأوكسجين في الهواء الجوي لكن إزالة الصداء ليست بهذه الصعوبة فببعض الخطوات المنزلية البسيطة يمكن التخلص منه تماما إليك خطوات منزلية بسيطة للتخلص من الصداء الخل الأبيض يستعمل الخل الأبيض كثيرا في الطهي وفي التنظيف كما اتضح أيضا أنه من المواد الكيميائية الهامة في إزالة صداء الحديد كل ما عليك فعله هو نقع الشيء الصدئ في الخل لمدة 24 ساعة ثم فركه بلطف وسيزول كل الصداء تماما كما يمكن نقع قطعة قماشية في الخل الأبيض واستعمالها لمسح الأغراض الصدئة الملح والليمون الحامض إن لم يكن لديك خل أبيض يمكن استعمال ملح الطعام والليمون بدلا منه ببساطة قم برش الملح على الآدات الصدئة ثم دعكها بنصف ليمونة أو امسحها بقماشات مبللة بعصر الليمون أو يمكن ترك القطعة الصدئة مغططة بالملح وعصر الليمون لمدة 2 إلى 3 ساعات قبل فركها لإزالة صداء الحديد عجينة صود الخبز كل ما تحتاجه هو صود الخبز والماء وذلك عبر صناعة عجينة من خلط بيكاربونات الصودة مع الماء ونشر العجينة على القطعة المعدنية الصدئة ثم تركها لوقت قليل قبل فركها بفرشات أسنان أو قطعة قماشية خشينة ليزول الصداء تماما وتعود لامع مزيل آخر للصداء غير متوقع ضمن قائمتنا فالبطاطس تعمل بكفاءة مع صابون الجيلي للتخلص من الصداء وهي الطريقة المثلى للتعامل مع الأواني الصدئة المسطحة ويتم ذلك عبر تقطيع البطاطس إلى أنصاف وملئ كل نسف بسائل الجيلي ثم مسح القطعات الصدئة وقود الديزل يعمل تماما بنفس طريقة الأشياء الأخرى ضمن قائمتنا ويتم ذلك عبر نقع الإناء الصدئة في الديزل لمدة 24 ساعة وسيبدأ الصداء بالزوال تدريجيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر